السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع قمنا في الحصة السابقة بقراءة قصيدة الأيدي الماهرة وقمنا بتوضيحها وشرح المعاني والأفكار الرئيسية فيها وقمنا بالتعريف بالشاعر عبدالعزيز عطيق وتعرفنا على جو النص في القصيدة أما الآن سوف ننتقل سويا إلى المعجم والدلالة الموجود في الكتاب صفحة تسعة وأربعة سوف أبدأ أولا بالسؤال الأول أعزائي الطلاب أضف إلى معجمك اللغوي رواسي الأرض مفردها الراسي وهو الثابت الراسي هو المقصود الجبال سخر يسر بز فاق وسبق اللوجة مياه البحر وأمواجه والجوار مفردها الجارية والمقصود السفن سوف أعيد قراءة هذه المفردات رواسي الأرض مفردها الراسي وهو الثابت الراسي هو المقصود الجبال سخر بمعنى يسر بز فاق وسبق اللوجة مياه البحر وأمواجه والجوار مفردها الجارية والمقصود السفن أحسنتم أما الآن سوف أنتقل إلى السؤال الثاني سوف أنتقل الآن إلى السؤال الثاني فرق عزيزي الطالب في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي ألف وألبسنا معالمها جمالة ألبسنا هنا بمعنى زيننا وغطينا وكسونا بينما ألبس الأمل على الباحث بمعنى اختلط اشتبه وغموض أحسنتم وألبسنا معالمها جمالة بمعنى زيننا وغطينا وكسونا بينما ألبس الأمر على الباحث بمعنى غمضة اختلط واشتبه أحسنتم سوف أنتقل إلى الفرع الثاني من هذا السؤال فمنا من يقيم بها قصورا ما الذي يقصد بكلمة قصورا إذن الفرع الثاني من السؤال الثاني با فمنا من يقيم بها قصورا يقيم بمعنى يبني بينما يقيم لؤي في منطقة جبل عمان بمعنى يسكن إذن أعيد فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي فمنا من يقيم بها قصورا بمعنى يبني بها قصورا يقيم لؤي في منطقة جبل عمان بمعنى يسكن أحسنتم أما الآن سوف أنتقل عزيزي الطالب إلى السؤال الثالث استنتج معنى كلمة تعالى في السياق أو من السياق استنتج معنى كلمة تعالى من السياق أي استنتج معنى كلمة تعالى في الجملة التي وردت فيها وَسَخَرْنَا وَسَخَرْنَا عَلَى فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ بمعنى عَلَى وَرْتَفَعَ تَأْكِيدًا عَلَوِ ارتفاع الطائرات في السماء إذن عَلَى وَرْتَفَعَ إذن يقصد بكلمة تعالى عَلَى وَرْتَفَعَ تَأْكِيدًا عَلَى وَرْتَفَعَ الطائرات في السماء أحسنتم سوف أنتقل الآن إلى السؤال الرابع عزيزي الطالب ما هو مفرد كل من الكلمتين الآتيتين؟ بُنَات بُنَاتٌ مفردها بَانًا بَانًا إذن ما هو مفرد كل من الكلمتين الآتيتين؟ بُنَاتٌ مفردها بَانٍ بَانٍ أعزائي الطلاب يسمى في اللغة العربية اسم منقوز اسم منقوز إذن بُنَاتٌ مفردها بَانٍ وَسَابِحَاتٌ مفردها سابحة سابحات جمع مؤنث سال مفردها سابحة إذن بُنَاتٌ مفردها بَانٍ وَسَابِحَاتٌ مفردها سابحة أحسنتم سوف أنتقل الآن إلى السؤال التالي سوف أنتقل الآن إلى السؤال الخامس ما معنى كلمة مَنَالٌ في البيت الأخير؟ سوف أقوم أولاً بتفكيركم بالبيت ثم نقوم معاً بمعرفة معنى كلمة مَنَال الواردة في البيت الأخير فَعَاشَ النَّاسُ مِنَّا فِي نَعِيمًا وَكَانَ مَنَالُهُ قَبْلًا مُحَالًا إذن فَعَاشَ النَّاسُ مِنَّا فِي نَعِيمًا وَكَانَ مَنَالُهُ قَبْلًا مُحَالًا منال هل هو ما معنى كلمة منال في البيت الأخير؟ اسم فتاة تحقيق سهل إذن هل هو اسم فتاة تحقيق سهل؟ معنى كلمة منال كما تلاحظون بمعنى تحقيق أي الحصول عليه منال أي تحقيق بمعنى الحصول عليه أحسن سوف أنتقل الآن إلى السؤال الأخير استخرج من النص كلمات تناسب في معناها ما يأتي استخرج من النص كلمات تناسب في معناها ما يأتي أولاً كلمة بنفس معنى مستحيل كلمة بنفس معنى مستحيل مستحيل توجد في القصيدة بك نفس معنى كلمة محال لا محال سماعاً من أسئلة المعجم والدلالة الموجودة في الكتاب صفحة 49 المطلوب منكم القيام بحل هذه الأسئلة على الكتاب أو على الدفتر وإجساله لي طلاب الأعزاء ألقاكم الحصة القادمة بعون الله وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر